موسيقى السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأن الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم لسيما في التخصصات الطبية النادرة مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمال وزير الصحة ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية حيث وجه الرئيس السيسي كذلك بضمان استمرار ما تم تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن وعلاق فيروسي أعلنت رئيسة مجلس نواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان وذلك بعد زيارة لها إلى هذه الجزيرة أثارت حفيظة بكين وقالت بيلوسي عقب لقائها رئيس الوزراء الياباني في توكيو أن زيارتها إلى تايوان لا تهدف إلى تغيير الوضع القائم هناك ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإطلاق الصين صواريخ باليستية خلال منورات عسكرية حول تايوان تعتقد توكيو أن خمسة منها سقطت في منطقتها الاقتصادية الخالصة وقال رئيس الوزراء الياباني للصحافة بعد لقائه رئيسة مجلس نواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن إطلاق الصواريخ يمثل مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة معطننا أعلن البيت الأبيض تأجيل الولايات المتحدة إجراء اختبارات صاروخية عابرة للقرات لتجنب التصعيد مع الصين واعتبر جون كيربي منصق لاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي أن إطلاق بكين صواريخ باليستية حول تايوان يعد تجاوزا لرد الفعل على زيارة بيلوتسي لتايوان مؤكدا أن الصين اختارت المبالغة في الرد قالت السلطات في أوكرانيا إنها اضطرت للتنازل عن بعض الأراضي في شرق البلاد خلال هجوم روسي وأضافت جنرال في الجيش الأوكراني أولاكسي جروموف في مؤتمر صحفي أن القوات استعادت قريتين حول مدينة سلوفيانسك الشرق البلاد لكنها تراجعت إلى ضواحي بلدة أفدي يافكا بعدما أكبرت على التخلي عن منجم فحم يعتبر موقعا دفاعيا رئيسيا وأفاد المسؤول العسكري الأوكراني بأن روسيا قد تشن هجوما في منطقة خرسان بجنوب أوكرانيا في محاولة لاستعادة الزخم في الحرب بعد تعزيز قواتها هناك أكدت الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية عدم وجود أي ضحايا في إطلاق نار حدث في أكبر مركز تسوق بالولاية وقالت الشرطة في بيان أنها اتخذت إجراءات عدة لتطويق المركز التجاري مبينة أن البحث جاريا عن مشتبه به في إطلاق النهار قال مشؤول بالشرطة التايلندية أن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أربعون آخرون في حريق نشب بملها ليلي جنوب شرق العاصمة بانكوك وقالت الشرطة أن المعلومات تفيد حتى الآن بأن جميع الضحايا تايلنديون مبينة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق وحصر أعداد الضحايا بدقة لمزيدا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترينيوز من خلال أفل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كنت معكم شروق وكديو وإلى اللقاء اشتركوا في القناة